بس منطقة التأليف دي منطقة جميلة أولاً كلمنا على منطقة الشعر لأن أنا كمان حقول للمشاهدين على حاجة أنا غنيت من أشعار محمود الجيتي صح؟ صح أنا غنيت من أشعارك وحفظ لك كمان شعر أزايه بالصف هنقول أولاً إمتى بتديت تكتب؟ أنا بتديت أكتب في معاناة الخاصة كنت بقى أكتب حاجات تعبير خاصة عن حاجات من أول الحب الأول من أول الحب الأول طبعاً فإنما المستوى العملي بقى والاحتراف بكتب كنت بكتب للإحتياج يعني أول تجربة احتكاك عملي إن أنا في الفترة اللي كنت فيها في فترة فايد ومخنوق بقى عايزة أمثل وعايزة أقلف كان فيه برنامج بيتقدم في التلفزيون كان بتخرجه مدام إنعام الجريتل كان اسمه يلا نغني كان بتقدمه مدام رتيبة الحفن البرنامج ده كان في كل حلقة مدام رتيبة بتتكلم شوية وبعدين بتتكلم عن موسيقار فبنعمل مشهد تمثيلي عن حياة هذا الموسيقار كويس في أربع خمس مشاهد كده يلخصوا قصة حياته كويس فإنعام لإنها عارفة عندي الرغبة في الكتابة وكده فكاب بتكلفني إن أنا أكتب لها أحياناً السناديوهات دي وأديها الحلقة وأخد فيها أربعة جنيه في الحلقة كويس وسيلة تنفيس وفي نفس الوقت كسب فكانت دي البداية اللي خلتني أكتب يعني بعد كده لما خلصت الجيش الفترة دي كانت أيام الجيش أيام الجيش وان كنت لسه في الجيش كويس فبعد ما خلصت جروحة مصرحة طليعة كان جات احتفالات السنة اللي بعدها احتفالات أكتوبر وكان المصرح في أزمة إن عنده مصرح فرقة أنغام الشباب عايزة تقدم عرض ومصرح الطليعة عايزة أقدم عرض ومفيش مسارح تكفي كان كل المسارح بتعمل عروض عروض فكان في هذا الوقت عايزيني يقدموا عرض فأنا قاعدت كان مدير المصرح أياميها كان أعتقد دكتور سناء شافع كان مدير مسارح الطليعة أي قلت له أنا عندي حل قال لي قلت له نعمل عرض ندمج الفرقتين مع بعض أي الفرقة أنغام الشباب والطليعة ونعمل عرض واحد ونعمل عرض واحد قال لي تمن ده كويس فكرة كويس إزاي أه قلت له أنا ممكن أقدم لحدك فكرة أه أقول لك فكرة عن الحكاية فجات الفكرة إن فرقة أنغام الشباب عايزة تقدم عرض ونقول ده في المصرحية كويس وإن كل الناس عايزة تحتفل بأكتوبر حل فمصرح الطليعة عنده فكرة وفقنة أنغام الشباب عنده فكرة ودول بيدخلوا يتخنقوا فبيقدموا دول فقرة ودول فقرة حل وكده فيبقى ندمج العرضين مع بعض جميل فجات من هنا فكرة محاكمة الشعب المصري كان حد مؤلف مقدم الفكرة فأنا خدت الفكرة دي ودفرتها وعملت بيها العرض بتاع الحب بعد المدولة كانت إخرجت دكتور مجديم جاهد أه بعد كده جهل أستاذ سامير عسوري مدير المصرح عرف أن أنا عندي الحكاية دي أه فكنا بنعمل مصرحية المولد الملك معروف وعايزين شاعر يكتب الأغاني ومفيش في الميزانية فلوس فقالت مش تكتب أتروه قالت ما توريني تجارب كده نشوف فالمهم كتبتله عايزين عن الحت دي كذا كتبتله فأعجبته جد عجبته جد وبدأ بعد كده بقى أي مصرحية بقيتها نكتب الأشعار والأغاني بتاعتها طب إزاي بقى يعني الشاعر أولا يعني الشاعر محمود الجندي كتب في القطاع الخاص بس رحية مبروك كتب شعر كتب مواقف وأنا عايزك تقول لجمهور الأغنية اللي كانت بتاخد تسقيف رهيب كل يوم وبعدين أنت جننتني طبعا وسبت وسبت الرواية ليه بدون مناسبة بدون مناسبة بدون مناسبة لا أنا أقولك بقى عشان ده برضو موقف لازم ناس تعرفه آه إيه طب سنة حتقول الأول الأغنية الأول الأغنية وبعدين هنقول الموقف طيب كان فيها أغنية بتقول فيها إيه بقى أنا مالي ومالي الدنيا ومالي الفن ومالي الناس آه ما تنيل بقى وتلم واشوف مصلحتي واروح بالقاس آه طب مش هنقول هنة مغنية يعني آه مش فاكرها مش فاكر أوه أنا مالي ومالي أنا مالي ومالي الدنيا ومالي الفن ومالي الناس ما تنيل بقى وتلم واشوف مصلحتي واروح بالقاس والفن الفن الفن إن شاء الله يولع حتى بياس آه المسرحية دي لو تفتكري أبدا وصفاء كانت فرصتي الأولى في النجومية حلو ومعايا ناس منورين ونجوم كبار وأنا جاي جديد عليهم ده في الطليعة كنت في الطليعة فأنا جاي بقى مسرح فيه بطولة صفاء أبا السعود حسن عبدين لينيدا الرملي كان مؤلف آه وحسن عبدين وإستاذ محمود المليجي ومدام جزو حمد الحكيم يعني مسرحية وأحمد بيدير كان عامل دروس غنة نقدر كده أيها فأنا جاي اتفعت مع مستوى المستوى بارك الله الرحمن المدد على إنه واخدني منين؟ واخدني مسرح الطليعة مسرح الطليعة فقلت له المسرح مسافرين تونس يعرضوا أسبوع في مهرجان قرطاش قال لي طبعا يا بابا أكتب على باب المسرح يعني قالك طبعا؟ طبعا قال لي أكتب على باب المسرح بطل العرض يمثل مصر في مهرجان قرطاش ده دعاية المسرحية كمان فشجعني فإحنا جينا قبل معاد السفر لو تفتكري قلت له أنا مسافر تونس قال لي تسافر إزاي يا بابا؟ مصرحية نكعة مساحقة مكسرة دنيا قلت له اعله مقدرش يا باب اقفل قلت له احنا متفقين قل مكتوب في العقد وقلت له مش مكتوب في العقد بس انا متفق معاك مش انا انت فيتي معاكbie وقل سئة مصطفى ان انا مسافر تونس وقلت له نكتب على باب المصرح بطر العرضه ومسل ومازل مصر في يوم قارتاج قال ان انا مقدرش اقفل حظ الرواية اقصر حظ الرواية اتجننت فأنا 29 أصلي كانت في عز السيزون الصيف يعني في عز السيزون ما تقدرش تقطع رواية نجحة وفي عز نجاح أنا عز نجمية ناس حملة بتعمل معايا لقاءات وناس بالتلفزون بيعمل معايا لقاءات وبطل مصرحية جديد جاي مين ده فكانت بداية معرفة اسم محمود الجندي فأنا في اللوصة دي قابلت مين أستاذ محمود المليجة الله رحمه وقرت له أستاذ محمود أعمل إيه فقال لي أقول لك حاجة لو حطيت دماغك على المخدة ونمت هترتاح لأنه قرار تنامت مرتاح إمتى لو سفرت وقال لي لو ما سفرتش قلت له لو سفرت قال لي بقى سافر والله قال لك كده خدت في القوضة وقال لي لو نمت ترتاح عند أني قرار قلت له لو سفرت قال لي بقى سافر ليه قلت له لأن أنا وعدت الناس دي سافروا زميل في الفرقة بتاع الطليعة ودول أنا اشتغلت معاهم بـ 17 جنيه في الشهر بس أنت كان أجرك هنا كويس جدا لوصلوا الـ 400 جنيه من 17 بقى الـ 400 جنيه ساعتها كانت وقال لي يا بابا أكتب لك عقد شركة في اللواية أعمل لك أجيب لك عربية قلت لك في شقة بدل المسبلة اللي تزاكب صح قال كده يعني الراجل قداني كل الأغراءات لكن ساعتها كان عندي عقدة الوفاء أن أنت توفى بعاحت أنت وعدت وقلت للناس أنا مسافر فأنت تيجي تكسر حظي علشان أنا اللي حكسب أنا هاخد فلوس زيالة شوية لا بس كمان كنت هتاخد شهرة أكتر برضو ما علش بالزبط وكانت الفرصة أن الطريق حيمشي على طول ومش حاجة عصرات بتطلع بتاخد كم من التسقيف كان قدي أنت متذكر يعني بالزبط رهيب لكن اللي أنا كسبته بينه من نفسي بعد كده أكتر بكتير إيه بقى؟ أن أنا احترامت نفسي في أن أنا وفيت بوعد أن أنا أن أنا ما تنزلتش عن الرغم اللي قدامي أخل لكن أنا ما أخلتش أن أنا وعدت الناس دول لأن أنا مسافر معاكل مهرجان وسافرت معاهم مهرجان أنا خسرت كتير لأن أعدت ببيتنا سنتين ما شغلش بعدها لأن كل الناس قالوا ده غير وفي غير ملتزم بالانتزاماته ما بيعمل عقوده ما بيعمل ما أنت كركبت الرواية ما أنت كركبتها يعني كانت محتسين يجيبوا بطلمين وإنت كنت بتغني وبتتحرك ومقلف الكلمات وعمل بروفات ما هو العند بقى ويتلعت يعني هو عند معايا لأنه مش كاتبها في العقد وأنا ما كانش عندي خبر حاجات العقدي دي يعني إيه عقد وأنا متفق معاك أن أنا مسافر وأنت قلتلي موافق يا بابا مدام أنت وفقتني تسحب كلمتك ليه بس أنت كنت سبب في أنك خليت مرة مساعد المخرج يطلع يمثل الدور وكل واحد يتمشي في الصلاة يطلع يمثل الدور أنا طبعا خسرت أنا خسرت في هذا الموقف مادياً وخسرت النجومية والكلام ده كله لكن أنا كسبت نفسي يعني أنا كنت ببقى مرتاح سعيد جداً أنه أنا حققت حاجة بينه والنفس أنا فرحان بياه أنه أنا ما أخلتش بعهد ما أخلتش بواعد وده اللي خلاني بعد كده كسبني في الوصل فن فكرة احترام كلمتي يعني أنا بعد كده كلمتي بقى عقد مع الناس مع الناس عارفين أنه أنا بقول الكلمة بوفي بياه مواعيدي باحترمها أنا أول مرة أسمع منه الرد ده يعني الحقيقة كنت سعيدنا جداً منك لا أنا آسفة إذا كان أنت وصلك غير كده سعيدها أنا طبعا ما كنتش أعرف الخلفية ولا الكواليس دي أنا كل اللي عرفوا إنه فجأة الفرقة سافرة تونس وهو كل همه إنه يطلع تونس آيوة ليه قلت ليه يعني إيه المكسب اللي هكسبه في تونس ما أنا مش هارف وهرجع لل 17 جنيه تاني ما مش فاهمة أنا بقيت من استغرام أقوله عشان الأستاذ سمير العصفوري ضغط عليه وهو سمع كلامه وساب الرواية ويعني يضغط عليها في مستقبلي ما أنا معرفش يعني أستاذ سمير العصفوري آه قال له كل احترام آه طبعا إنه كان مهتم بياه كان ممثل وكان بيحبني جداً وكان متوقع لخير لكنه ما كانش يخطط لمستقبلي آه يعني ما كانش يفقدني آه النجومية والشهرة والمكسب والفلوس الكتير آه الراجل وصلني آه أول عقد عمل معي بـ 200 جنيه آه ووصل معي لـ 400 جنيه آه قبل مسافة قال له أوصل لك لـ 400 جنيه يا بابا وجيب لك عربية واجيب لك شقة وفعلاً وكان قادر نعمل لك هذا آه لكن أنا كل دا كان ساعتها أصاد كلمة آه ما نفعش والله أنا أحييك يعني على التزمك بكلمتك وأصبحت كلمتك عقدي يعني الحمد لله